السلام عليكم و مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سيكون خفيف ضريف كنظن بزاف منكم سيكونوا تبعوا المراسم الدفن للملكة إليزابيت الثانية وبزاف منكم سيكونوا شافوا ذلك الهيلمان كامل من هار ماتت حتى الدوها دفنه مسكينة ذاك شي اللي دارته هي ميتة كتر من اللي دارته هي حية هيا طالعة هيا نازلة هيا طالعة هيا نازلة الله يحسن عوانا ولكن كنظن أنه قليل فيكم اللي يرد البال لواحد العدروس مع الجيش البريطاني و في واحد اللقطة الأمير والديانة سيضحك مع هذا العدروس فأنا قلت هيا ما هذا البلان هذا؟ و ما هو العدروس؟ و ما يدير تمكينه؟ و لماذا يحضر هذا المراسم الدفن والمراسم قبل الدفن للملكة إليزابيت؟ هذا هو العدروس الذي تمه هذا هاو دوروا عندي دوروا عندي نضرب لي واحد سر شوف شوف نتصورك شوف نعلا طلوع لأمكم نعلا طلوع عليك تدغيش الواحد الذي يقدر ويسدغي وطاقية بعد ذلك فأنا فكر مع رأساتي قلت وقع لأنا رأسكين دوروا في الإنجليز وقومون معه شوية قلت له هذا البلان؟ هذا ليس جيدا له هل هو ما هو نحن نعيه ولكن الإنجليز لا بعد ذلك قلت لأنا رأسك لها دوروا سيكون الحيوان المفضل لهذا شيء لجابوه و كان حاضر في المراسم الدفن و قلت ذلك فأنا فكرت لأنا رأسكي أن الحيوانات قد تكون في الدار غالباً يا كلبي، يا مش، يا شحنش كبير، ولا شيء حيوان صغير هؤلاء الذين يكونوا في الضاره لكنها عطروس قليلاً والصراحة ضرني رأسي وبغيت نعرف هذا العطروس ماذا يسمى؟ أكثر من هذا اللباس اللي ملبسينه هو اللي يدخلني تناوي وبدأت نقلب على التصاور مع العائلة الملاكية قلت ربما يكون هو الحيوان الألف ولقيت حتى الملكة إليزابيت في الحياة ديالها هذا العطروس كان يكون مع الجيش من يكون شيء احتفال رسمي مشيت العمي جوجل وطبيت تيس الملكة إليزابيت والهلي يريكم أشنو طلع لها هذا العطروس سيدي اسمته العقيد ويليام وعنده رتبة عقيد في الكتيبة الثالثة لمشات في الحرس البريطاني وهذا الزي اللي كان لابس هو زي رسمي ديال هذا العطروس وأول مرة بنفها مع الحرس الملكي برتبة عقيد كان في سنة 2018 والحضور للعطروس بحال هذه المناسبات هو عادة قديمة كانت في بريطانيا والظهور للعطروس مع الكتيبة العسكرية للحرس الملكي عنده قصة قديمة وهذا الشي بدأ من سنة 1775 كتقول القصة حسب المتحف الملكي التي كان في بريطانيا أنه في سنة 1775 وتحديدا في المعركة البنكر هيل والتي كانت في الجيش الأمريكي والجيش البريطاني وانتصر فيها الجيش البريطاني وأخذتكبد في الجيش البريطاني خسارات كبيرة في الأرواح بالمقارنة مع الجيش الأمريكي إلا أنهم انتصروا وكتقول القصة بالتي في الوقت التي كانت في هذه المعركة وكانت الحرب طاحي بين أمريكان وإنجليز كان واحد العطروس جاء تعلف ودخل وسط من المعركة ومباشرة من الليبان هذا العطروس هذا تمكن الجيش البريطاني من الفوز على الجيش الأمريكي ومن ثم الجيش البريطانية اعتبروا بأن هذا العطروس هذا فعل خير عليهم وهذا العادة والتقليد أول من بداه هي الملكة فيكتوريا وهذا العطروس هذا ماشي هو الأول في الحرس البريطاني كان قبل منه عطروس آخر سميتو بيلي وهذا العطارس الملكيين صح التعبير حتى هي عندها رواتب نيالا ورواتب حقيقية وكتستعمل هذه الفلوس اللي يعطيهم باش ينقيوا الأماكن اللي يعيشوا فيها والماكلة اللي يأكلهم وعندهم حارس خاص بهم وهو اللي يروضهم وهو اللي يخرج بهم اللي يكونوا مع الحرس في شي مناسبة ملكية وحتى هما يقدروا يترقاوا في الرتاب يعني يتزادوهم القراد ولا يتنقصوا لهم إلا داروا شي خطأ والعطروس بيلي اللي كان قبل من ويليام سبقوا دار واحد الخطأ من اللي كانوا الاحتفالات دي العيد الميلاد دي الملكة إليزابيت الثانية خرج من الصف دي الحرس الملكي ومش يضرب واحد من قارعي الطبول دي هذيك الفرقة الموسيقية ونزلوا له الرتبة ديالو من عريف الى ضابط وهذا الحادث كان في 2006 وفي حالة ما إذا مات واحد من هذي الاعتارس هادو الكتيبة العسكريية في الحرس الملكي كتقدم طلب الملكه للملكة الحكمة وكتعلن الوفاة دي هذك العطروس وكتطلب منه يعطيهم الإذن باش يختاروا عطروس آخر اللي غادي يكون في البلسة ديالو قبل لا ترى باقي ما ساليتش إلا كنت وصلت احتل هنا وما زال ما درتش جاي من هذي الفيديو أشنو كتسمنا؟ دير لايك الفيديو وإلا ما كنتش مشتارك في القناة دير اشتراك وخلينا تعليق زوين بحالك وانا كنقلب باش نجمع باززاف ديال المعلومات على هذا الموضوع لقيت بأنه مكينش غير هذي الاعتروس هذا في الحرس الملكي البريطاني كينين جوش الخرفان خرين وكين واحد العود وحتى هما عندهم رتب عسكرية بحالهم حل اي جندي في الجنود البريطانية وواحد من هذي الجوش الخرفان اسمه ديربي وهذا الحولي هذا رسميا عنده بطاقة تعريف ديال الجيش البريطاني مؤخرا جاتوا ترقية من الجيش البريطاني من عارف الراقيب وفوق من هذي شي كامل تزادوا حتى فراتب ديالو وهذي شي تقديره للجهود ديالو طيلة الفترة ديالو اللي كان فيها في الجيش والوظيفة ديالو شناية هو انه يتمشى واحد المسافة طويلة وكيشارك منك يكونوا بعض الحفلات الخيرية دابا هذي شي كامل اللي قلت لكم على هذا الخرفان وعلى هذا الاعتارس هذو في واحد الجهة وهذا اللي غنقول لكم دابا في جهة اخرى اسيدي هذي العادة ولا هذي تقليد هذي ماشي حكر غير على بريطانيا بوحدها كينين بزاف ديال الدول اللي في العادات والتقاليد ديالهم يكون واحد الحيوان في الجيش ديالهم وعلى رأسهم الحرس الملكي النرويجي القائد في الحرس الملكي النرويجي ماشي بنادم وانما بيتريق اي هذك البيتريق البينغوان والله يتدرني خاطري بالله يتدرني خاطري سنة 1987 تعيل نيلس أولاف الثاني البيتريق كقائد في الحرس الملكي النرويجي وهذا المنصيب اخداه من بعد ما توفى البيتريق القائد نيلس أولاف الأول واللي كان استأنف المهام دياله في الحرس الملكي سنة 1972 وهذا الشي كان في احتفال رسمي در الفتتاح دياله الملك وكان حاضر 131 من الحرس الملكي وحتى البيتريق في الجيش النرويجي عنده رتب عسكرية وفي 2013 حصل أولاف الثاني على رتبة فارس من طرف ملك النرويج كما انه موظف رسمي في الجيش النرويجي وفي 2016 قام قائد القوات النرويجية بزيارة استثنائية الحديقة الحيوان وفي هذه الزيارة منح فيها ترقية نيلس أولاف الثاني والتي كانت هي رتبة عميد الشرف وكان لابسين الزيير الرسمي للحرس الملكي النرويجي وكيف بدت هذه العادة او التقليد في الجيش النرويجي؟ يقال أن واحد العائلة النرويجية هدت بزاف ديل البطاريق للعائلة الملكية العائلة الملكية من الذين اخذوا هذو البطاريق وضعوهم في واحد حديقة الحيوانات وهذه الحديقة كانت تواجد في قلعة إيدنبارا وفي سنة 1972 جاءت القوات ديل الحرس الملكي بجدير واحد الاستعراض في المهرجان ديل الموسيقى اللي اسميته تاتو فين هدش في القلعة ديل إيدنبارا اللي فيها الحديقة ديل الحيوانات واحد الملازم كان في الجيش أو في الحرس الملكي شاف هذو البطاريق اعجبوه واخده واحد باش يتبناه لعله يكون فأ الخير على الحرس الملكي وفي الحقيقة مشي هذي أول مرة غدي نسمعوا على حيوانات كتشارك في معارك وفي حروب وكتكون من الأدوات اللي كيستعملوا هالجيوش في الحرب ديالهم مع العدو وهذا الشي كان مجحال هذي اليونانيين استعملوا الحناش وستعملوا العقارب في الحروب ديالهم وغير احتل الهنى الهنى الجيش الأمريكية كتستعمل الدلافين وعجل البحر في اكتشاف الأنغام وفي الحرب الصين واليابان الجيش الصيني استعمل واحد الفيل كان اسميته لينوان هذا الفيل كان يساعد الجيش الصيني وقدر انه يهرس بالزبط المعدات العسكرية للجيش الياباني اللي كان في الحرب ديال إيطاليا مع بولندا في المعركة ديال المونتي كتينو وكان يساعد القوات ديال بولندا في الخطار الكثير من هذه الده الم правда كانوا انقوموا التعب في المعارك ولكن هذه الحيوانات اللي في الجيش البريطاني وفي الجيش النارويجي هذه خير قد قبل جنود رمزين واللي يجيبوا الحد ، ولا يجلبوا الحد لهذه الجنود هو ولا الهد و الهد على حسب عدقاده بالحق أعتارس والحوالى والبيتراق بروتا بأسكرية هذه عمرني مشتها ولكي يعرف فيكم شيء دولة من الدول التي احتاجها تتبنى الحيوانات في الجيوش اهبط لكومنتر ويجعلنا تعليق يعرفنا على الدولة وهناك نكون استوفين الفقارات هذه الحلقة كنتم منها أن تكون كانت خفيفة ضريفة على قلوبكم وإلا عجبتكم الحلقة رأيكم عارفين جيموا كومنتر وبارتاجوا مع الأصدقاء ديالكم شوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة تهلوا ليفرسكم والسلام عليكم بقيت كان فكر على وتاني قلت للا ممكنش الحيوانات اللي كيكونوا في الدار كيكون غالبا يا كلب يا مش ولا شيحنش كبير ولا ذيك الحرباية ذيك الكاميليون ذيك اللي كتديرها بحلوكا الدمالي كيكونوا في الدار ولكنها تروس ممكنش واذا كنت شمونا في المغرب عندهم يطرق عائفة الله يطرق واذا كنت شمونا في المغرب كنت تخيل ببعض البطريق حرج مع المخاز بيه في المغرب واذا كنت شمونا في المغرب واذا كنت شمونا في المغرب عافتي وانا كنت سجيل هذا الفيديو وكنت فكر هذا كل عتارس ديالنمسا كان النهار كامل وماك ينقزوا فوق من شجر ديال ايرغان ودل قليل في نايل شفشي عترسك قامت حاولوا في سماعات الفيديو وعرفوا القيمة ديالعاتروس بريطانيا كيديرهم والقيمة ديالهم والقيمة ديالهم حانا يدرهم خاطرهم الله يدرهم خاطرهم اشتركوا في القناة